مساء الخير وأهلاً بكم حلقة جديدة من بوكس تو بوكس وحشتوني جداً غبت يعني لظروف خاصة وده احنا رجعنا تاني مع بعض على الهواء مباشرة دايماً بيقولوا في الأمثال الناس العديمة دي برضو لها في الأمثال حاجات لما تقعد تركز فيها وتشوف معانيها تلاقيها بجد يعني سليمة مية في المية خدها كده في حياتك حكم يعني تبقى في إيدك وتتقسم لغيرك ده مثل من الأمثال اللي طول عمرنا بنسمحها يعني تذكرته معلش صوت هتلوه رايح شوية فبحاول أجيب الوطر اللي هو في الحنجرة للسفلية فأعذروني شوية فتذكرته مع التعادل بتاع سانداونز مع الهلال السوداني الأهلي ترك مصيره في بطولة إفريقيا في أقدام الآخرين تمام تحية إعزاز وإجلال لسانداونز والأطهر الطاهر بتاع الهلال السوداني ليه؟ سانداونز عشان تعادل لعب مباراة وتعادل وتمام والناس والله ما جثروا وأطهر الطاهر اللي جاله في الديه الأخيرة في الديه الأخيرة وضيعه بتاع الهلال كان ممكن يقضي على طموحات وأحلام الأهلي نهائيا في دورة إفريقيا أقدام الآخرين ساعدت الأهل وعملت شغل للأهل واشتغلت للأهل لا كولر ولا اللعيبة ولا أي حد هتقولي ما اللعيبة كسبه القطن 4-0 هقولك ده إحنا لو لمنا العيل في الستوديو هنا وروحنا القطن هنكسب برضا 4-0 ده القطن مجني أصولي جانة يعني من ده جانه القطن من قبل دور المجموعات ما يبدأ ده إحنا عاملين زي عارف إنت يقولك جاني القطن إحنا في موسم جاني القطن إحنا في دور المجموعات في موسم جاني القطن أي حد بلعب القطن رايح يجايب يكسبه فمش هعتبر ده انتصار كبير للعيبة ولا حاجة عظيمة للعيبة واللي عايز في دي يتكلم هو حر أنا شايفه عادي جدا أي حد يروح للقطن هيكسبه بره هيكسبه جوه مفيش مشكلة طب هل أنا كده بجلد الزيت أو أنا كده يعني بضيع مجهود اللعيبة أو بحاول اللي أنا ههدي في اللقل لا أقول له لأ انت سبت مصيرك لأقدام الآخرين لعبت لك أقدام الأخير وعملان لهم تحية السلام شكرا جزيلا بقى دلوقت بأقدامك انت ام تحية لعيبة الأهلي وقلهم تحية إعزازه وتقديره وإجلاله وكل حاجة لما تكسب الهلال السوداني هنا وما تكسب معبر عن إرادتك وعن رغبتك وعن طموحاتك في الفوز وعن إصرارك في الفوز وعن الرسالة اللي عايز توزحها على كل منافسينك لهم الرجاء والترجي والوداد التلاتة اللي هتقابل منهم واحد بعد كده هواقل المجموعات عايزين نشوف الملعب بحاجة بتديني جدا لما يقولك الأهلي يكسب واحد صفر يعدي لكن لو كسب اتنين واحد ما يعديش بالأرقام آه بس لو كسب اتنين واحد ما يعديش يبقى ناس بتهزر ما تستحقش تعدي يبقى دي العيبة بتهزر لم يبقى مصير الأهلي في أفريقيا متوقف على مباراة الهلال في قلب القاهرة في قلب استاد القاهرة مع اللعيبة بتاعت الأهلي وما تكسبش الهلال على الأقل لتلاتة يبقى بيهزر صح ولا غلط دي الأصول مش هقولك خطة كولر ولا هقولك تشكيل كولر ولا هقولك الملعب ولا هقولك الجمهور هقولك تركيزك اسرارك قوتك شغلك حماسك فين دا كله لازم يظهر في الملعب يوم واحد اربعة المباراة في الأغلب هتتلاقي بيوم واحد اربعة لازم كل دا تفجر في قلب استاد القاهرة ما فيش هزار ساعات هشكر اللعيبة لكن هشكره معلماتش القطن متأسف جد انت ما وصلتش دا المرحلة الأخيرة دي وبقت مباراة الهلال هيا المباراة الفصلة في مين يتأهل فيكم الا بأقدام الناس التانية ولازم كل الناس تقول كده واللعيبة مش همجدها ابدا من الفوز على القطن اربعة صفر قاسف كل الناس بتكسب القطن قلتلكم دا موسم جني القطن دور المجموعات دا موسم جني القطن كل الناس بتكسبه برا وجوا لكن هقول انتوا فعلا احسن ناس واجدع ناس وارجل ناس واقوى ناس لما تكسبوا الهلال في قلب القاهرة مش مكسب للصعود دا مكسب ليه معاني كتير جدا 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 ولا هقول انتقام الفاظ لا يجب ان احنا نقول ما فيش انتقام في كرة القدم لكن في رد اعتبار في حاجة اسمها رد اعتبار في كرة القدم انت خسرت من الهل هناك وحصلت احداث هناك الرد الوحيد المعبر المرضي للجمهور ان انت تظهر حجم النادي الاهل الحقيقي فنيا في الملعب وتكسب ثلاث اربعة ساعتها هقول لك تمام وزي الفل ومن حقنا كلنا نفرح مع بعض وأقول لكم ان الاهله حيكون منافس شرس على هذا اللقب اللقب اللي بالنسبة للاهله هيتحط زيادة في الدولاب بس ملاش اعلاقف في كاس العالم يعني محدش يقول لي كاس العالم للانديها لان الاهله خلاص هيشارك في كاس العالم للانديها 25 وزي ما بيقولوا كده ايه هي كاس العالم بتتمحك في الاهل هروح بس اخد الكابتن عمر الحديدي معي على التليفون اكلمه في النقطة دي وارجعت انا شو بإحكاية التمحيك بتاعت كاس العالم للانديها كسر العالم الأندية كل ما يجي يعملوه هيدورها على الأهل الأول قبل ما يدوروا على بقى الأندية تبص تلاقي الأهل دمار ما كان على طول قبل أي حد